السلام علي رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب كيف حالكم؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية بمشيئة الله تعالى درس اليوم في العلوم الإسلامية سوف ندرس صفة ضحق النبي صلى الله عليه وسلم صفة ضحق النبي صلى الله عليه وسلم ببداية الأمر ماذا تفضل في صديقك؟ أن يكون عابسا أي وجهه عبوس أي حزين أو غاضب أو شكله وجهه غير مبتسم وجهه يعبر عن الغضب أو الحزن أو تراه ضاحقا مبتسما وهل الناس يحبون مجالسة العبوس أو كثير التبسم أي الناس تحب تجلس أكثر مع هذا الإنسان العابس في الوجه الغير مبتسم أو مع الإنسان كثير التبسم مع من تفضل أنت شخصيا لنتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك؟ سفض دحك النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما التبسم يتبسم فقط لا يضحك بصوت عالي يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان الصحابة يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجهلية وهو ساكت وربما تبسم معه أي أنه كان يجلسون الأصحاب كأي أصحاب يجلسون يتذكرون أمر الماضي وما فيه من أشياء طريفة كانت تحدث وتتذكر ما كنت تفعل وتتحق وتمزح مع أصحابك وإخوانك كانوا يجلسون ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويتحقون عليها ويتناشدون الشعر الرسول كان دائما إما ساكت أو تبسم معهم فقد تبسم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التبسم كان صلى الله عليه وسلم كثير التبسم يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر دحق أصحابه عنده التبسم من غير صوت اقتداء به وتوقير الله أي أن عبد الله بن حارث يقول أن أكثر حد رآه يبتسم كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان الرسول مبتسما ويقول أن حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا جلسين عند الرسول وأرادوا أن يضحقوا كان يبتسموا كان ضحقهم لم يرفع بذلك صوتها وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحقا قط حتى أرى منه لهاته وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لم تكن يرفع لم يكن يرفع صوته إذا أراد أن يضحك لم يكن يرفع صوته كما يفعل الكثير مننا ويفتح فمه بشدة أثناء الضحك فلم يكن يضحك بصوت عالي مرتفع ولا يفتح فمه بشكل كبير أثناء الضحك هذه سنة رسول الله ويجب أن نتبعها يجب أن يكون دحقك بدون صوت عالي ولا تفتح فمك بشكل كبير ويفضل أن يكون دائما دحقك تبسم كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من أصحابه تبسم له قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآني مرة إلا وتبسم في وجهه ذلك لأن التبسم والإنبساط مع المسلمين ينال به المسلم أجرا رسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال تبسمك في وجه أخيك صدقة إذن أن تتبسم في وجهه أخيك تنال عليها أجرا سبحان الله شوف حرص الإسلام وحثه على أن يكون المسلم دائما مبتسم الوجه منبسطا مع المسلمين منبسطا أي التواضع الانبساط هنا معناها التواضع مع المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة أنت إذا رأيت إذا قابلت أحدهم وتبسم في وجهك ماذا تشعر تشعر بإنبساط ما تشعر أنه إنسان متواضع تشعر باطمئنان تشعر براحة نفسية وتحب هذا الشخص على عكس أن تجد شخصا دائما عبوسا دائما وجهه متجهم غير مبتسم ماذا تفضل أن تقابل فكر لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم على ماذا يدل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم على ماذا يدل ذلك يدل ذلك على تواضع النبي وذلك لأن الانبساط والتبسم مع المسلمين يجعل بينهم مودة وترابطا إذن كثرة التبسم بين المسلمين وبعضهم يجعل بينهم مودة وحب وترابط كما ذكرت لك سابقا الآن إذا قابلت شخصا مبتسما ماذا تشعر تجاهها؟ تشعر تجاهه بالمودة والترابط وتشعر له بالحب وتشعر أنك تريد أن تجالسه أو تحادثه وتفرح إذا قابلته إذن انتشرت المودة والحب والترابط بين من؟ بين المسلمين إذن تعلمت في هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم لا يضحك بصوت مرتفع يبتسم في وجوه أصحابه التقويم وضح كيف كان ضحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها جاوب قبل أن أجاوب أنا اختبر معلومة اختبر استيعابك للدرس وضح كيف كان ضحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكنك إقاف الفيديو ثم الإجابة ثم معاودة تشغيل الفيديو والتأكد من سلامة إجابتك الإجابة هي كان ضحق النبي صلى الله عليه وسلم تبسما ضحقه كان تبسما ولا يضحك بصوت عالي وكان يبتسم في وجه أصحابه إذن الرسول كان كل ضحقه تبسما ولا يضحك بصوت عالي وكان دائما يتبسم في وجه أصحابه الثالثاني اختر الإجابة الصحيحة بوضع صح فيما يليه كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم قليل التبسم لا يتبسم إجابة سهلة كثير التبسم أحسنتم أبين على ماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة أيضا أعيد الحركة قم بإيقاف الفيديو ثم أجب ثم أعد تشغيله ثم لتتأكد من إجابتك والإجابة هي يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإنبساط والتبسم مع المسلمين لأن ذلك له أجر عند الله عز وجل وينشر المحبة وينشر المحبة والمودة بين المسلمين بعضهم البعض هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته